بعث رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوها بعض الرازق رقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بالذكرى العاشرة لثورة الثلاثين من يونيو وفي برقيته أكد رئيس مجلس الشيوخ أن ثورة الثلاثين من يونيو المجيدة ستظل على مفارقة في تاريخ الوطن مشيرا إلى أن المصريين أظهروا خلالها وعيهم بما يحاك لهم فخرجوا جميعا ضد قوى الظلام والشر اللي ردها خائبة على أعقابها وإنقاذ الوطن